اسرائيل بتعمل جزء من ده بلونة اختبار ويشوفوا يا ترى هل ترى هو رد الفعل بتاع الداخل المصري هيبقى عمل ازاي ورد فعل الصحافة والاعلام المصري هيبقى حجمهم قد ايه ده شق الشق التاني دي بتبقى تقارير بالاساس بتوجه للداخل بتاعه هو يعني الداخل الصهيوني بحيث انه يستطيع واحد زي بنيميننا تانية هو هذه الحكومة ان هو يحاول ان يغسل وجهه امام الداخل وامام المعارضة ويقولهم انا هعمل وانا هسوي وانا استطيع وانا افعل الحقيقة انه بما انه الاعلام الاسرائيلي بينقل عننا وبيعرض تقاريرنا وبيعرض برامجنا عنده وبيعودوا يحللوها ويتناولوها بالفحص والدرس في المواقع بتاعتهم وده منشور بالمناسبة يعني وبيعودوا يشتمونا كلنا كزمل يعني بنشتغل في الشغلانة دي نقدر نقولكم بمنتهى البساطة مصر ليست فقط تاريخ طويل ولا هي الدولة الاولى على سطح هذه الكرة الارضية ولا هي الحضارة الضاربة في عمق التاريخ لأ المسألة بالنسبة لمصر اكبر من كده كمان لازم تبقى فيهم ان مصر دولة قوية جدا وانتم جربيننا انت من سبعة وستين لتلاتة وسبعين كنت بتقول جاي فما هياش كانت معركة معارك كللت بنصر مؤذر في تلاتة وسبعين فانت جربتين اتنين انا دولة قوية جدا سياسيا وانت شفت بنفسك على الاقل على الاقل لو ده مش المثال الوحيد الجولة الاخيرة اللي بدأت من يوم عملية طفان الاقصى وحتى هذه اللحظة من سبعة اكتوبر لحد دلوقتي انت شفت قوتي السياسية وصلة الى اي مدى وان انا اقدر ان انا اغير من وجهات نظر عواصم صنع القرار انا عرفت اغير من وجهات نظر تاريس عرفت اغير من وجهة نظر لندن عرفت اغير من وجهة نظر واشنطن على الاقل في رفض العنف وفي ان احنا يجب ان نمضي في مسألة ايجاد منافذ للجلوس على طاولة مفاوضات وصولا الى حل الدولتين عرفت اغير وجهات نظر العالم في ان انا دخل المساعدات الانسانية بل واسطدمتها بل وزيادتها فانا عسكريا قوي جدا سياسيا قوي جدا قدرتي على التأثير اكبر بكتير مما تتخيل الاعلام المصري والصحافة المصرية خلوا الناس تنزل مظاهرات في الدنيا برا قبل كده كانت الدنيا سكتم بكتم محدش كان حاسس ده بمنتهى الامانة ده بقى مش يوسف لا ده كل الناس سيبك انا مش بتكلم عن نفسي ولا عمري هتكلم عن نفسي انا بقولك كل الزملاء في كل القنوات في كل البرامج كل الجرائد كل السوشال ميديا المصرية كل ده اسمه الصحافة والاعلام المصري كل دول عارفوا ينزلوا الملايين في الدنيا فما تحاولش تقرب وإلا هتجرب